كنت تذكرت ان شركات الاستثمار غير ملتزمة او لا تلتزمة بهذه الطريبة اذا الوسطاء يا فندم لا بس عليها عب يعني شركات الاستثمار وكويس ما حذلك اشارتي الى المقطة دي شركات الاستثمار عليها عب لانه عادة انا بشتري شقة من شركة سين ولما باجي ابيعها ما بروحش الطريق الصحيح ان انا روح اشهر البيع في الشهر العقاري بروح الشركة في غالب الاحوال واتنازل للمشتري عن هذه الوحدة في الشركة اللي هي الملتزمة حتى بعملية ريسيل داخل الشركة بيحصل ايه بقى الشركة دي بتاخد مصاريف بالنسبة له هي 5% 7% انه هي كوسيط لا هي دلوقتي مش كوسيط هي قابت بالعملية عشان تتنقل الملكية خلاص بتاخد ملاب لغداليها عليها دلوقتي انها متتمش هذه العملية اصلا الا بعد ما يروح يسدد نصف المية ضريبة الصرفات العقارية الا هتسأل هتسأل الوسطاء احنا في البروتكون اللي عاملينه حتى فندم لو ما كانش خلص اجمالي سعر ارشق احركت ابعرف انه ساعدت بقى على ارساق في وقع بيح تمت وفي وقع التنازل يبقى بقى فيه ضريبة اه انا مش معقول اتنزلت عن الشقة واللي جيه بدالي هيسدد واقول ان انا ما بيحتش لا بيحت اه غرامة عدم استداد يا فندم بيوتكون انت سألت ساعدتك عن الوسطاء او عن الوسطاء سهلا ان احنا من ضمن البيانات اللي حناخدها من الجيهات اللي احنا عملنا معها بروتكونات هناخد بيانات الوسيط مش علشان هو مسؤول عن الضريبة لا ملوش علاقة هو فقط لان هو كمان بيبارس نشاط هو دلوقتي نشاطه سمسار واحنا ما احناش عارفين مين اللي باعه ومين يشترف هناخد بياناته لمجرد المعلومات فقط لكن هو مش ملتزم حاجه في الضريبة بس ضريبة مختلفة هو بس طرف يعني هذيك كنت بتقولي حاجه انا ما ردتش عليه سؤال اخير غرامة التأخير اللي لا يلتزم بقى بالسداد ولذلك انا ارجو ان كل اللي بيسمعنا ادعو للالتزام اللي ما بيسددش الضريبة في خلال المدة القانونية اللي هي شهر من تاريخ التصرف بيبقى عليه غرامة تأخير زيها زي اي ضريبة موجودة بتتحسب من تاريخ انتهاء الشهر ده بيبدأ العدد يعد احنا نكتشف الواقع وقت ما نكتشفها عليه غرامة التأخير من هذا التاريخ فمش يعني بلاش تبقى الضريبة صغيرة وانا اضخمها بايدي الى ما اضعفها هي وفقا للسعر اللي بيعلم البنك المركزي يعني اعتقد انها دلوقتي مثلا في حدود اه مش هتفرق معاه خمسة وسبعين الف ولا عشرة في خمسة ميتين وخمسين الف مش هتفرق معاه ميتين وخمسين الف ميتين وخمسين الف من عشرة مليون